كان يا مكان بقديم الزمان وسالف العصر والقوان حكايتنا اليوم حكاية عشق وغرام عشق ما بينتهي حكاية اختراع اعتبر أهم من أشهر أنواع الأكل وألذ من كل أنواع المشروبات بالعالم حضرة بالصباح وبالمساء بالأفراح والأطراح وبكل الأوقات تتقدم سادة أو بإضافة نكات كتير عليها أنواع بتتعدى لثلاثين نوع ومنتشرة بكل بقاء الأرض القهوة هي حكايتنا اليوم بيرجع تاريخ القهوة للقرن الخامس وبعض المراجع بتقول أنه الموطن الأصلي عقوة سهول أثيوبيا بس أقدم الأدلة لشرب القهوة بتعود للقرن الخامس عشر وبالذات للدولة العثمانية يلي وصلتها عن طريق والي اليمن ومنها انطلقت لبلاد الشرق الأوسط والهند وإفريقيا وأوروبا وكل بلاد العالم وحتى من قبل هالتاريخ انتشرت حكاية من أهضم الحكايات وصارت من أغرب أصص الأساطير يلي بتحكي عن الأهوة وهالأسطورة تذكر أنه تاريخ اكتشاف الأهوة بعود لراعي غنم يمني والبعض بيقول أثيوبيا اسمه خالدي دايماً كان يلاحظ على أغنامه انها ما بتنام الليل وبتصرح وبتمرح بشكل غير طبيعي وبطريقة مش مألوفة هالراعي رائب غنماته ولاحظ حبات النبات الحمراء يلي بيرعى منها الغنم هالشي دفعوا انه يأكل من هايدي الحبات وجرى بيشربها مغلية فحسب الحركة والنشاط متل غنماته أخذ الراعي الحبات لرجال الدين بضيعته يلي رفضوا يجربوها ورميوها بالنار بس كانت المفاجأة انه طلعت منها ريحة زكية حلوة كتير شدت انتباههم هالشي دفعهم ليجربوا طريقة الراعي شربوها مغلية وحسوا بالحركة والنشاط وعجبتهم طعمتها كتير فغيروا رأيهم وصاروا يشربوها وهيك عن طريق غنم الراعي عرفنا القهوة من بعدها توسع انتشارها بالقرى المجاورة والبعيدة والنهاية منقول مش مهم القهوة من اليمن أو من أثيوبيا أو من أي مكان بالعالم المهم أنه بتحمل بناكهتها الفواحة الشعور بالمتعة واللذة وبتبقى عند العربي الأصيل من العادات المحببة وعنوان الكرم والجود كرميل هيك منلاقي عند البدوي العربي مثل بيقول يلي ما بيطقن صنع القهوة بيكون نشأ ببيت غير ذي كرم مين مثلي بيحب القهوة لا يدخل اسمكم بالسحب على 100 دولار كاش يوميا عملوا شير للفيديو تاك بالكومنت لثلاثة من أصحابكم لايك وكومنت لإخير ثلاث بوستات وأكيد تفولو لحسابنا وحساب السبونسور جينا فود بروتكت المورد الأول لمنتجات الشرق الأوسط في كندا اشتركوا في القناة